علي عبد السلام يمكن ما تجاوز سنة 15 سنة أقل لكن تجاوز الكثير من أصحاب الأصوات الشجية في قراءة القرآن الكريم صوته أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وبعث في قلوب متابعيه طمأنينة رغم صغر سنه إلا أنه صار كبيرا بقراءته لكتاب الله قادرا من خلال صوته لأن يكون إماما في أي محراب يوضع في هذا الشاب خلالوا نشوفوا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعنتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضعوا الكتاب فترى المجرمين نضمني هنا في الأستوديو القارئ ابني علي عبد السلام حيك الله علي الله يحييك كيف حالك؟ بخير الحمد لله ختمت القرآن؟ نعم اللهم لك الحمد وكم كان عمرك؟ ختمت القرآن الكريم وكان عمري تسع سنوات تقريبا تسع سنوات؟ وبديت متى؟ بديت لما كان عمري سبعة بديت عمرك سبع سنوات؟ نعم والابتدائي؟ لا تقريبا كنت في صف ثالث ثالث؟ نعم يعني أمرك ثمانية كده ثمانية سبع سنوات؟ زي كده نعم وختمت أمرك تسعة؟ نعم من اللي كان يشجعك بالبيت؟ الوالدة أو الوالدة؟ الوالدة والوالدة والله كلهم كان يهجعوني بس أنه شلو أمك كنت أنت من الأولاد الصغار اللي على الأيباد ولا على الجوال وتلعب وكده؟ الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أني قدرت أني أمشي في هذا الطريق اللي بذن الله سبحانه وتعالى بينفع الناس بذن الله سبحانه وتعالى وبيكم يعني يعني أنا هدفي أني أنشر كتاب الله سبحانه وتعالى في جميع أنحاء العالم والله يوفقني شرف في نسينا بس أنت ختمت القرآن خلاص وش فيه بعد طموحات؟ لا إذا أنت ختمت القرآن ما يعني ما يصلح أنك تترك القرآن لا إذا ختمته لازم تكون عندك المسؤولية في أنك تراجع القرآن الكريم يوميا ويعني سبحان الله القرآن عزيز ومن عزته أنك إذا حفظته ولا راجعته بتنساه سبحان الله نعم فإذا ختمت القرآن إيه مو بس إذا ختمت القرآن تترك القرآن لا القرآن يجب أنك تعطيه حقه مثل أكلك وشربك كم كل يوم تقرأ جزء أو تتراجع؟ أنا أول ما بدأت في حفظ القرآن الكريم بدأت أول شيء في نصف وجه بعدين استمرت عليها فترة ثم كل ما تستمر كل ما حفظك يصير عندك تطور في الحفظ يتطور حفظك يعني تستطيع أن تحفظ أكثر فبعدها اللهم لك الحمد استطعت أني أحفظ وجه وبعدها مع الاستمرارية وجهان وبعدها ثلاثة أوجه وأربعة وخمسة وستة والآن كل يوم كم تراجع؟ جزء جزئين؟ أنا كل يوم أراجع تقريبا جزء ونصف جزء ونصف؟ نعم ومن يسمع لك؟ الله يسمع لي الوالد وعندي حلقات عندي أدة حلقات حلقة بعد العصر وحلقة بعد الفجر وحلقة بعد المغرب بعد الفجر؟ نعم عندك مدرسة؟ المدرسة الساعة ساعة تسع المدرسة متى تنام أنت كل يوم؟ أنا نام كل يوم ساعة عشر وأصحى الفجر ساعة عشر تنام؟ أولادنا والله أنا أدري يا أولاد كثير على يومين هذي ينامون الساعة 12 ونصف واحدة ويقول لدي المدرسة الساعة تسعة ولا صلاة يعني والواحد يعني لازم على أقل يعني ينام في هذا الوقت ويصحى الفجر عشان يراجع دروسه يذاكر دروسه لأنت أفضل وقت الحفظ حدده للعلماء أنه بعد صلاة الفجر يكون العقل يكون العقل يعني فاضي ما فيه أي شيء أي شيء يشغلك عنه فيكون الحفظ جدا سهل يعني أي شيء تريد أن تحفظاه المذاكرة بعد الفجر الرياضة بعد الفجر كل شيء بعد الفجر مفيد والعمل أيضا أبوك تسمعني أبشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوان بسم الله ما شاء الله اللي خلين لك أبوك الباب اللي يرموك التربية الطيبة الله يجزاك الخير أنا فخور فيك الله يجزاك خير وأتمنى أنه سنكون زي كنام الساعة 10 الله يبارك من القارئ اللي انت تستفيد منه أو تتعلم اللهي أنا القارئ اللي أحببني القرآن الكريم هو الشيخ خالد الجليل خالد الجليل نعم هذه التراوة على طريقة الشيخ خالد الجليل خالد الجليل إحنا ترى كلمناه عشانا أكون صادق معك إحنا دايما نقول الأئمة القراء اللي فيه أولاد صغار يقتدون فيهم أنه يجب أنهم يشجعونه إحنا اتصلنا على الشيخ خالد الجليل بس اعتذر مع أنه أنا لوان منه والله أجي عشان أسلم على الواسع وشيخ خالد الجليل الله يتزا خير فحنا بس حبيت أقولك السهل فبس نعم أنا بيني وبينه التواصل وقابلت كثير وانت سهل واحد أصلا يقابلك يتشرف أن يقابلك أي واحد والله يتزا كل خير وانا اليوم متشرف أنه أنت معي وقعد تفيدني والله هي أشرف لي صراحة لا والله أنا المستفيد أنا المتشرف صراحة